صديقات والأصدقاء مرحبا يوم 14.01 14.01 الحكومة الكندية أعلنت إيقاف العمل ببرنامج Express Entry بشكل موقع قبل يومين وزير الهجرة الكندي شون فريزر أعلن خطة طموحة جداً لكندا هي تكمل السلسلة من الخطط حتى فصارت في البانداميك خطط مليونية لجلب مهاجرين فريزر أعلن أن الحكومة الكندية ستستقدم خلال سنة 22 23 24 أكثر من مليون و 300 ألف مهاجر إلى كندا مهاجر وليس لاجئ ممكن يكون جزء من عدها يروح للاجئين لكن هذه ستكون على برامج الهجرة المتعددة في كندا الشي اللي أنا حبيت أقول لكم اليوم بيه قد يكون كثير منكم سمع بموضوع وزير الهجرة والمليون و 300 أه إنه وزير الهجرة في تصريح المنشور على CIC موقع الحكومة الكندية سياسي نيوز ذكر أنه قريباً سيعادل العمل بموضوع و الوزير أيضاً ذكر أنه بصدد جعل البرنامج أكثر مرونة وجعل البرنامج أكثر تلبية لإحتياجات بعض المناطق والمجتمعات اللي تكون بحاجة إلى عمالة تجي من خارج كندا على اعتبار أن كندا بنهاية العقد راح يكون عندها حسب ما منشور في الخبر راح يكون عندها خمسة مليون محال على التقاعد بنهاية هذا العقد لذلك هم يحتاجون رقم موازي حتى يعوض هذا النقص بالعمالة أعتقد هذا الوزير يعني مندفع وعنده برامج حلوة يحاول أن يستقدم أكثر عدد من المهاجرين وهذا بناء على اجتماعاته مع رجال الأعمال وآخرها مع رئيس المجلس الاقتصادي الكندي هم ينصحون بموضوع فتح أبواب للهجرة للشباب لأن يأتوا من دول العالم الآخر وهنا أوجه كرامي للشباب العراقي أخواني الأعزاء الشباب العراقيين الشباب اللي أقل من خمسة وتلاثين ستة وتلاثين وأقل المتزوجين أفضل وغير المتزوجين عفوا والمتزوجين مع أولوية للمتزوجين لأن بالنقاط يكون وضعهم التفاضل أفضل اللي عنده لغة انجليزية خلي طورها ويقدم على برامج الـ خلال سنتين هو جاء إلى كندا ويشق طريقة في اقتصاد متطور ومزدهر وبلد قوي وناتج قومي هائل جدا فاغتنوا الفرصة يا شباب العراقيين وخصوصا خريجين كليات أقسام اللغة الإنجليزية والمهندسين اللي لغتهم زينا الصيادلة تعالوا إلى البلد وشقوا طريقكم في بلد يعني اشتركوا في القناة